بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مرحبا بكم على قناة الكيدي في ربيكوان التي ترافقكم في كل مراحل عملية نشر الكتب والربح منها سواء على الكيدي في أمازون أو على المنصات الأخرى وفيديو اليوم يعني في غاية الأهمية ولكن قبل ما نشر في الكلام عن هذا الفيديو والموضوع الفيديو اليوم هو عن الكلمات المفتاحية نتكلم كيف نجد كلمات مفتاحية خاصة بنيتشات معينة وسنشرع بإذن الله عز وجل في هذه السلسلة سوف نمدwon بالكلمات المفتاحية لأن الكثير تصلني في بعض الأحيان يعني كثير من متابعين القناة تصلني في بعض الأحيان تعليقات بأن ما لديهم الأدوات لإيجاد الكلمات المفتاحية فالقناة كما تعرفون نعرض كثير من النيتشات ولكن تبقى جزء الكلمات المفتاحية الكثير منها يعاني ومن أجل هذا سوف في كل مرة إن شاء الله بإذن الله عز وجل سوف أمدكم بالكلمات المفتاحية حتى تتمكنوا من العمل مباشرة على النشاة التي نعرضها على القناة وقبل ما نبدأ ونشرع في الكلام عن هذا الموضوع يعني أشير إلى أهمية كبيرة جدا وهي متعلقة باليوتيوب بصفة عمى لأن اليوتيوب لا تفهم إلا بلغة اللايك بلغة الشير وبلغة الكومنت فعندما تتفرج الفيديو يعني نحن نعرف أنه ننسى دائما يعني أن نضغط على زر اللايك وأن نعمل عملية النشر ونقوم بكتابة الكومنت فأدعوكم من هذه المنصة وفي بداية هذا الفيديو أن يعني تعطوا لهذا الأمر أهمية كبيرة وأن تضغطوا على زر اللايك وأقوله دائما في الفيديوهات حتى وإن لم يعجبك الفيديو لماذا؟ إذا تفرجت عن الفيديو مثلا دخلت جديدا على القناة ولست مهتما بعملية نشر الكتب وبزنس بيع الكتب على الأمازون وعلى المنصات الأخرى لست مهتما بهذا الأمر ولكن عندما تضغط على زر اللايك فإن الفيديو سوف ينتشر هذا مهم جدا فيديو سوف ينتشر وقد يجد يعني أناس يهتمون به فتكون أنت مفتاح للخير وأنتم تعرفون أن من كان مفتاحا للخير فهذا من عظيمة من الله عز وجل ولا تحتقر من المعروف شيئا يعني ضغط على زر اللايك يعتبر من المعروف إذا كان المحتوى هادف والمحتوى سوف يساعد الناس على إيجاد العمل خاصة إذا كانت في بعض المناطق الظروف الاقتصادية سيئة أو كان إنسان يريد أن يحقق دخل فهذا من أفضل الأرباح على الأنترنت والناس تحقق أربعة خيالية يعني من الكي دي بي ومن بيع الكتب وهو أمر بسيط جدا يعني أنك سوف تنشئ يعني منتج إلكتروني ما ليس يعني أنك تصنع كرسي أو أن تصنع طاولة فمثلا إذا صنعت طاولة أو كرسي وإن كان هذا من أفضل الأعمال ولكن الكرسي أو الطاولة فإنك تبيعها مرة واحدة فقط الكرسي في حد ذاتها الذي صنعته ما تستطيع أن تبيعه أكثر من مرة تبيعه مرة واحدة ولكن الكتاب والمنتج الإلكتروني الذي نتكلم عنه الديجيتال بروضاكت هذه يمكن أن تبيعها مرات عديدة الكتاب هذا يمكن أن تبيعه يعني ألف مرة مليون مرة مليار مرة تعرفون هذا ذلك الرمز في الرياضيات الذي ما لا نهاية بإذن الله عز وجل ذلك الرمز ما لا نهاية إذن هذه هي الفائدة من هذا العمل أنك يمكن أن تبيع هذه المنتجات هذه الكتب التي تعتبر ديجيتال بروضاكت بطريقة غير منتهية بإذن الله عز وجل تصنعه مرة واحدة وتبيعه يعني بطريقة غير منتهية وكذلك هو ما يسمى بالدخل السلبي فإنك تبني ما يسمى بالدخل السلبي ما معنى الدخل السلبي أنك تقوم ببناء بيزنس ثم انظر لهذا أضع لكم هذه الرموز وهذه الرموز هي شفرة هذا شعار القناة وهو شفرة وقد تظهر بعض الأمور إن شاء الله في المستقبل وكأنها خارطة طريق تعرفون الشفرة يعني الخرائط تلك المشفرة التي كان الناس عندما يعني يخبئون كنزا في إحدى الجزر فيتركون خريطة مشفرة ذلك يشبه تماما شعار القناة لهذا الإنسان هذا مستلقي هذا الشخص هنا الذي طرى هنا مستلقي هنا لماذا؟ لماذا هو مستلقي؟ إذن ما يعمل؟ ويهتم يقرأ كتاب لأنه يحب المطالعة ولكن الأموال تطهاطل عليه مثل زخات المطر هذا ما يسمى بالدخل السلبي لأنه قبل ما يستلقي كان يعني يقوم بعملية وضع الكتب على الكي دي بي وعلى المنصات الأخرى ينشر كتب عديدة ثم هذه الكتب هي التي تعمل من أجله هذا ما يسمى ببناء الأصول في البزنس هذه الكتب هي التي تبيع وتحقق له يعني دخلا سلبيا إذن فتوكلوا على الله عز وجل ودخلوا في هذا البزنس بزنس كبير جدا بيع الكتب ثم هو شيء أراقي جدا فإنك تنشر في العلم ولكن تهتم بنشر الأمور المفيدة وقلت لك ما تحتاج لكي تكون يعني كاتب يعني لست مضطر بأن تكتب يعني كتب طويلة جدا مثل القصص مثل الإيبوك مثل الدراسات التاريخية والدراسات الفلسفية أو دراسات في علوم متخصصة مثلا في علوم الطب أو في الهيلث يعني في الصحة في إنقاص الوزن لا يا أخي فهناك عدة ميادين لهذا قلت لك أن شعار القناة يعتبر خارطة خارطة الكنز خارطة الكنز المفقود الموجود الذي خبئ بتلك الجزيرة مثل تلك القصة التي كنا نقرأها عندما كنا صغارا يعني جزيرة الكنز طيب إذن قلت لك ما لست مضطر أن تبيع ما يسمى بالإيبوك وهذه الدراسات المطورة وإن كان هذه تدخل أموال قائلة فهناك ما يسمى باللو كنتنت بوك كتب خفيفة المحتوى فيه ورقة تتكرر جد وليتكرر فيها حتى كتب نو كنتنت بوك ما فيها أي شيء فيها خطوط فقط الإنسان يكتب مذكر عليه مثلا وشخصيا بعت كتب يعني في النو كنتنت بوك وكنت لم أنشر كثيرا من النو كنتنت بوك لأن يحب كثيرا لو كنتنت بوك وأنشر كثيرا في الإيبوك كذلك وفي الهاي كنتنت بوك لأن أرباحها الكبيرة ولكن نشر في كتب النو كنتنت بوك وكتاب واحد حقق لي على السوق الفرنسي مبيعات كبيرة جدا وكان على شكل خطوط هكذا فقط يعني ما فيه أي شيء فيه خطوط فقط يعني على شكل جورنال يعني الصبية الذين يدرسون في المتوسط واستهدفت به الصبية يعني بالبنات ولواتي يدرسون في المتوسط تكتب ملاحظاتها فيما يخص دروسها فيما يخص معاملاتها مع زملائها وفي المتوسط إلى آخره هذا تعرفون ثقافة الغرب يحبون الكتابة يحبون هذه الجورنال والمذكيرات يعني يجب أن تعرف كذلك زبائنك وهذا نذكره كثيرا في القناة فتنتج منتجات يعني حسب هؤلاء الزبائن طيب إذن قلت لك ما تحتاج إلى أن تبيع الإي بوك والهاي كانت بوك وإن كان هذا مهم جدا إذا كانت لديك مالكة في الكتابة وإن لم يكن لديك مالكة في الكتابة فهناك كتب يمكن أن تشتريها وبثمانين بخص بثمانين بخص يعني أنا اشتريت كتب أكثر من لا أتذكر عشرة ألاف كتاب بسبعة عشر دولار وهذه الكتب تعيد صياغتها إما يدويا أو باستعمال برامج للذكاء الاصطناعي وتبيعها في سواء على الكي دي بي أو على المنصات الأخرى خاصة الدرافت تو ديجيطال حتى في الإي بوك الهاي كانت تنتبك لست مضطرا لأن تكون لديك ملكات في الكتابة وإمكانيات وسكيلز كبيرة في الكتابة فلست مضطرا أن تكون كاتب إن هذه الفرصة الكبيرة وهذه المنة العظيمة من الله عز وجل في الزمن الذي نعيش فيه فإنك يمكن أن تصنع كتب وإن كنت لست كاتب ويمكن أن تبيعها وتحقق لك دخل سلبي كبير جدا على الأمازون إذن أشدد دائما على هذه الأمور لأنها مهمة جدا وكل هذا على زر اللايك يعني إذا ضغطت على زر اللايك فإن هذه المعلومات التي نذكرها وهذا البزنس وإن كنت لست مهتما به لأن البزنس كبير جدا يعني يمكن هناك مجالات عديدة جدا يمكن أن تعمل في عدة مجالات على الأنترنت إذا كنت غير مهتم بهذا ودخلت مثلا عن طريق الصدفة إلى القناة وتفرجت إحدى الفيديوهات ومع هذا فضغط على زر اللايك أما الذين اشتركوا في القناة فيعني يشرفوننا كثيرا ومن هذه المنصة يعني نحييهم ونقول لهم وفقكم الله عز وجل ونشكرهم كثيرا على تشجيعاتهم ومع هذا أود أن أشير أنه يعني الكثير لا يضغطون على زر اللايك نسيانا يعني الإنسان ينسى لهذا نذكر بهذا الأمر لأنه مهم جدا لا تستطل هذه المقدمة فإنها مهمة جدا لأن مستقبل القناة التي هي قناتكم قبل أن تكون قناتي متعلقة بهذه الأمور وهذه الأمور تدعم القناة فتدعيم القناة يساوي تدعيم لكم وتدعيم نعم لهذا المشروع مشروع تحقيق الحرية المالية عن طريق بيع الكتب على الكي دي بي وعلى المنصات الأخرى إذن انتكلمنا في الفيديو الماضي عن إحدى النيشات وهي ميني وارد سارج بوك ميني وارد سارج بوك وهي داخل يعني هو نيش فرعي لنيش الميني بازل بوك وقلت لكم كتب هذه الميني بازل بوك هي كتب الجيب يعني هي كتيبات صغيرة يمكن أن يضعها الزبون في جيبه فعندما يكون في المواصلات مثلا يخرجها ويقوم بعملية حل البازل موجودة في ذلك الكتاب كذلك عندما يكون في الحدائق العامة يعني وهو جالس ومستلقي يستمتع بالحياة فيأخذ الكتاب وهذه هي ثقافة هؤلاء يعني يحبون هذه القازل لأنهم يعتقدون أنها تنمي قدرات العقل وكذلك تساعد يعني حتى على علاج بعض الأمراض مثل أو تفادي بعض الأمراض مثل مثل فقدان الذاكرة عند الكبار إلى آخره وتكلمنا في هذا الفيديو يعني عن هذه النشاة النشاة القوية جدا التي يمكن لك أن تدخل إليها وقلنا بأن المشكلة هو في صناعة هذه الأحجام حجم الكتاب هالي وأبعاد الكتاب الجيب لأن البرامج المتوفرة تصنعها بكتب عادية 8.5 في 11 إنش أو 6 في 9 إنش إلى آخره ورأيت لكم برنامج من برامج كان بلوتمانة رهيبة جدا طيب هذا هو البرنامج مني بازل مستري وتكلمت في الفيديو وشرحته يعني شرحت يعني على البرنامج مباشرة وهو تابع لبرامج كان بلوتمانة رهيبة جدا هذا البرنامج مني بازل مستري يمكنك من صناعة هذه البازل وبما أننا تكلمنا عن الميني وورد سارج فرأينا كذلك أين تأتي لأن الميني وورد سارج الورد سارج كتوب البحث عن الكلمات تحتاج للقوائم لهذا تكلمنا كذلك عن موقع آخر وبرنامج آخر باشتراك شهري بسيط جدا ما تذكر أضون 7 دولارات في الشهر أو باوند في الشهر على كل اشتراك شهري بسيط يمكن تشترك في الشهر وتحمل ما تشاء من القوائم فيه يعني ألاف وألاف من القوائم ونحن أخرنا يعني اقتنينا الاشتراك نعم نسخة مدى الحياة بفضل الله عز وجل وذلك بسبب أن المصمم يعني يقوم بتحديث القوائم فأردنا أن نستفيد من جميع إمكانية الموقع وهذا كله من فضل الله عز وجل هذا كله من فضل الله عز وجل يعني بدأنا في اقتناء هذه الأدوات يعني وما كان لدينا أصلا عندما بدأنا العمل على الكي لبي كارت لكي نتمكن من شراء الأدوات وكنت استعملت يعني وصيت على الفيسبوك هناك صفحات في الفيسبوك ثقة إذا كان ما لديك كارت وما لديك بايباد يعني توسطون لك أنت تدفع لهم بعملة بلدك أنا أتكلم يعني هنا في بلدنا هؤلاء الوصائط موجودون كثير وأظن يعني في جميع البلدان موجودة يقدمون خدمة الشراء على الأنترنت أنت تدفع لذلك البسيط بعملة بلدك وهو يقتني لك المنتج طيب يعني بدأنا بأقل الأشياء وأول برنامج اشتريته يعني منذ خمس سنوات كان إحدى برامج كان بلوتمان وهو البازل بوكماستري الذي صناعت به عدد كتب يعني كبير عدد كبير من الكتب أتذكر أن في الشهر الأول الذي اقتنيت منه ذلك البرنامج صناعت أكثر من 100 كتاب لأنه يمكنك من صناعة عدد كبير من البازل بضغطة زر هذه الفوائد من برامج كان بلوتمان هذه الرهيبة إذن تكلمنا عن كل هذه الأمور وهذه خلاصة لأن الفيديو مهم جدا واليوم سوف يكون الكلام عن قلت لكم البحث عن الكلمات المفتاحية لهذه النشات إذن طيب إذن الآن سوف نقوم بدراسة هذه الكلمات المفتاحية باستعمال البابلشاروكات وهذه الهدف من هذه السلسلة سلسلة الفيديوهات من التعلقة بالكلمات المفتاحية والتابعة للنشات التي نعرضها ولا حول ولا قوة إلا بالله لأن أقول لكم الكثير قد لا تكون لديه هذه البرامج ونقول تشجعكم يعني من لديه رأس مالا يستثمر فلن تندم يعني في هذه اقتناء هذه الأدوات لأنها أدوات عمل مثلا البابلشاروكات إذا اقتنيت البابلشاروكات فأولا سوف يساعدك على الكي دي بي ولكن كذلك يمكن تبني بيزنس آخر فرعي على الكرياتيف فابريكا وأنك تختص في البحث عن الكلمات المفتاحية سأريكم ماذا أقصد هذا موقع كرياتيف فابريكا الرهيب الذي قلت لكم لابد لكل أحد يريد أن يعمل بطريقة صحيحة على الكي دي بي أن يشترك فيه لا يوجد لا يوجد كما قلت لكم حتى الآن موقع يقدم خدمات مثل خدمات كرياتيف فابريكا في أكثر من 9 ملايين كما ترى هنا 9 ملايين غرافيك 9 ملايين صورة 9 ملايين يعني فيكتور إلى آخره يمكن تستعملها في تصاميمك وخاصة الفائدة الكبيرة مع كرياتيف فابريكا أن رخصة استعمال منتجات كرياتيف فابريكا اللايسنس الخاصة بهم الرخصة الخاصة باستعمال هذه المنتجات مارنة جدا وشرحناها في فيديوهات أخرى ما يحسن أن نعود في كل مرة نشرحها فندعوكم فضلا وليس أمرا أن تدخلوا إلى الـ Playlist الخاصة بكرياتيف فابريكا سوف تجدون الفيديوهات التي شرحت فيها بالتفصيل كل ما يتعلق برخص استعمال كرياتيف فابريكا وتحمي الفونطات هنا يعني فونطات عدد كبير من الفونطات وأنتم تعرفون أن الفونطات غالية جدا الفونطات الاحترافية ولكن هنا تجدها يعني بثمان بخص بثمان بسيط جدا لأن الشعار الذي رفعوه في كرياتيف فابريكا everyone can be creative ما معنى يعني أنتم تعرفون المؤسسات في الغرب لديهم رسائل ولديهم شعارات يعني يعملون من أجلها لديهم مهمة يعني يجب أن تحدد هدفك في الحياة وإلا فإنك تمشي يعني كأنها سفينة تمشي يعني حسب أهواء الرياح وحسب أهواء التيارات يجب أن تكون لديك هدف والهدف الذي وضعوه في كرياتيف فابريكا وأن يجعل الجميع يمكن له أن يصمم وأن كل واحد يمكن يكون مبدع وإن لم يليس لديه يعني أي مهارات في التصميم everyone can be creative فيمدونك بجميع الوسائل والفونطات كما قلت لك وبثمان بخص قلت لكم اشتراك سنوي ب 47 دولار وتحمل ما تشاء لن تجد مثل هذا الموقع وفونطات كثيرة كذلك والمهم نعود الآن إلى كيف تستعمل مثلا البوبليش شركات لبناء بيزنس على الكرياتيف فابريكا في الكرياتيف فابريكا يوجد بعض المنتجات المتخصصة في الكي وارد فنكتب مثلا هنا كي دي بي كي واردس ونضغط هكذا لنرى المنتجات التي سوف تعرضها لنا كرياتيف فابريكا المتعلقة يعني بهذه الكلمة المفتاحية كما ترى هنا منتجات عديدة جدا كما ترى هنا منتجات عديدة جدا وكلها متعلقة بالكلمات المفتاحية يعني الشخص يبحث عن الكلمات المفتاحية باستعمال بوبليش شركات أو باستعمال الهيليوم ولكن الهيليوم كما تعرفون أصبح للمؤسسات الكبيرة يعني الذي لديه مؤسسة على الكي دي بي لأن الاشتراك فيه أصبح كبير جدا يعني مرتفع جدا انظر مثلا إلى هنا هذا استعمل هذا الشخص كما ترى هنا اللوغو الخاص بالبوبليش شركات استعمل البوبليش شركات وهذا اللوغو الخاص ببرنامج آخر يسمى الكي دي بي سباي فبحث عن الكلمات المفتاحية يبحث عن الكلمات المفتاحية في مكانك يعني أنت ما تحتاج إلى البحث عن الكلمات المفتاحية هو يعطي لك جداول يعني موجودة فيمكن كذلك أن تفتح بيزنس باستعمال هذه البرامج وأن تبدأ يعني هذا بيزنس فرعي يعني بالمقارنة بالموازات مع مشروع الكبير مشروع الكي دي بي كل هذه عن الكلمات المفتاحية الآن هنا فائدة إذن اقتنا هذه الأدوات مهم جدا لهذا نركز عليه لأن العقلية بعض الناس يروجون أنك تعمل كل شيء مجان وهم في الحقيقة يبحثون عن المشاهدات على الفيديوهات لأن يمكن يمكن مثلا أن ننزل فيديوهات كيف تعمل هذا الورد سيرج بطريقة مجانية كيف تتحصل على الكلمات بطريقة مجانية كيف تصمم الميز بطريقة مجانية كيف تصمم كتب التلوين وكيف تكتب قصص بطريقة مجانية وتبيعها على أمازون والناس يعني تصدق هذا تصدق هذا لأن الناس تبحث كما قلت لكم عن أقصر الطرق ولكن تعرفون أن أمازون تغلق الحسابات بسبب هذه المنتجات المجانية لأن المنتجات المجانية جودتها رديئة جدا ثانيا أنها مشاععة على الأنترنت كل الناس يمكن أن يصل إليها فمثلا أنا زبون أشتري على الأمازون كتاب للتلوين وصاحبه صنعه بأساليب مجانية طيب أنا أشتريه ثم بعدما أشتري الكتاب مثلا لأولادي ليقوموا بتلوين ذلك الكتاب تمر أيام أجد نفس الصور على الأنترنت ومتاحة للتحميل بطريقة مجانية فماذا أفعله خاصة في الغرب يعني هم متشددون في هذه المسألة الغرب يعني عندما يشتري شيء الزبون الغربي لهذا قلت لكم يجب أن تفهموا زبائنكم أنتم ما تبيعوا في السوق العربية هذا يجب أن تكتبوه في الجدار وكتبوه في أي شيء أنتم ما تبيعوا في السوق العربية وإن كانت سوف تأتي فيديوهات إن شاء الله يمكن أن تستهدف السوق العربية وأن تبيع كتب العربية للزبائن العرب ولكن نحن الآن نبيع الكتب لأشخاص يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية يعيشون في فرنسا في أوروبا إذن في الغرب فهؤلاء الزبائن يجب أن تعرف سلوكهم بدقة ويجب أن تفهم ماذا يشترون وكيف يتصرفون حتى تصرفك يكون صحيح وحتى لا تدخل في مشاكل لأن في بعض الأحيان تأتيني تعليقات لأن كتاب هذا الحساب تم غلقه وهذا الكتاب تم عملية البلوك عليه قلت لكم السبب هو المنتجات المجانية هذه من أكبر الأسباب يعني يسمونها التجربة السيئة للزبون أكمل لكم الفكرة إذن أنا كزبون اشتريت كتاب على الأمازون كتاب تلوين ثم ماذا لاحظت بأن هذا الكتاب بعد مرور أيام الصور الموجودة في الكتاب وجدتها على الأنترنت متاحة مجانيا ويمكنني أن أحملها وتعرفون أن في الغرب مسألة هذه الطابعة آلة الطباعة هذه متوفرة في كثير من المنازل عندهم يعني ما يوجد فيها إشكال قلنا لا نقيس حالنا بحالهم فيمكنني مثلا أن أقوم بتحويلها مباشرة وأقوم بعملية برينت وأعطيها للأطفال لأطفال مثلا لكي يقوم بالتدرب على استعمال القلم والتلوين طيب إذن أنا ماذا أفعل سوف أما أن أعمل إذن أتصل بالكي دي بي أتصل بالأمازون وهذا يعني يضعونه في الموقع أي شيء يمكن يعني أن تقوم بالاتصال بهم إذا وجدت يعني أي مشكل في المنتج أي منتج يعني مثلا لو ندخل إلى هذا الكتاب مثلا لو ندخل إلى أي كتاب هذا مثلا أقرأ مثلا هنا الوصف وأقرأ الكتاب ثم أشتري هذا الكتاب فأجد مثلا أن الوصف لا يوافق الكتاب الوصف لا يوافق الكتاب فأنا يعني خدعني الوصف فماذا أفعل كل ما علي أن أضغط هنا report an issue with this product or seller إذن فأشتكي to submit report logging into your account يعني يجب أن تسجل الدخول قبل ما تكتب لهم تقرير يعني الآن يمكن الزبون في الغرب هذا مهم جدا ويجب أن أؤكد عليه وأن تفهموا هذه الجزئية حتى لا تكون كتبكم يعملون عليها بلوك أو العياذ بالله يغرقون حسابكم وحتى كذلك يعني لا تنجر وراء هذه الحملة العجيبة جدا على الأنترنت كل شيء مجاني كيف هذا كيف تشتري السيارة مجانية إذن الزبون يمكن أن يعمل عليك تقرير هذا مهم جدا يجب أن تركز عليه إذن من بين الأسباب قلت لكم هذه المنتجات المجانية الرديئة الكواليتي رديئة الكواليتي هذا ثم يمكن كذلك أن أشتري الكتاب وأجد الصور فيه الريزولوشن الخاص بها ضعيفة لأن البرامج المجانية تحتل لك ريزولوشن ضعيفة جدا وهكذا إذن بسبب هذه الأمور كلها إذن قلت لكم يجب أن لا تنساق وراء هذه الحملات التي تبين لك أنك تريد أن تعمل بطريقة مهنية وبطريقة صحيحة لكي دي بي بدون أدوات فحاول مثلا أن تسافر من مصر إلى جنوب إفريقيا ماشي عن الأقدام وحاول أن تبني بيتا أو تبني عمارة بدون استعمال أي أدوات وحاول أن تكتب بدون قلم أو بدون نعم كي بورد وحاول يعني أن تقوم بعمل طباعة كتاب بدون آلة طابعة هكذا سوف تعرف أن هذه الأسباب مهمة جدا وهي داخل في التوكل بالله عز وجل لأن الإنسان الذي يتوكل على الله عز وجل يتخذ الأسباب وأما الإنسان الذي يتواكل هذا أمرا آخر إذن قلت لكم يعني هذا مهم جدا لهذا لا تستطيلوا إذن قلت لكم يعني لا تجدوه طويلا قلت لكم بأن اقتناء الأدوات مهم جدا سوف يفيدك في الكي دي بي وسوف يفيدك في مشاريع أخرى فرعية تدير عليك أموال إضافية فمثلا وهذا يعني إنشاء هذه الجداول إذا كنت تمتلك البرنامج لن يأخذ منك وقتا طويلا وسوف تدخل في هذا المشروع الجديد نعود إلى هذه البوبليشركات ونضغط هنا كيوارد سارتش بعدها سوف أضغط هنا إذن ميني بازل عفوا ميني إذن بازل بوكس طيب وأضغط عليها عفوا أنا هنا خطأ في الكتابة طيب فنعيد نيو سارتش إذن ميني بازل بوكس طيب وكما ترى هنا يعني يمكن تبحث عن السوق هذه السوق معنا هذه السوق الأمريكي يمكن أن تبحث كذلك في السوق البريطانية وفي السوق الألمانية طيب إذن الآن نضغط هنا هكذا حتى يعطي لنا كلمات مفتاحية أخرى هكذا إذن بهذه الطريقة يعطي لنا عدد كبير من الكلمات المفتاحية وإن كان الكلمات المفتاحية الأولى هي التي يعني هي relevant أكثر يعني هي التي تناسب ما نبحث عليه وإذا ضغطت هنا سوف يعطي لك معلومات عن النيش إذن هذا هو بيت القصيد في هذه الفيديوهات طيب هو أن نمدكم بهذه الكلمات المفتاحية حتى تتمكنوا من معرفتها ويمكن أن تستعملها إذن في الخناة السبع يمكن أن تستعملها في الوصف ويمكن أن تستعملها خاصة في العنوان في العنوان الفرعي وفي الأبلس كونتنت هذا لن تسمع به إلا في هذه القناة يعني بطريقة حصرية الأبلس كونتنت مهم جدا أن تضع الكلمات المفتاحية كذلك فيه حتى هذا يساعد في ظهور كتابك إذن ميني بازل بوكس كل المعلومات الموجودة هنا هذه كما قلت لكم يجب أن نركز عليها كثيرا الأفيراج منثلي إيرنين يعني متوسط الأرباح الشهرية التي تديرها هذه الكتب أو هذه الكلمة المفتاحية هي يعني الكتب الموجودة في الصفحة الأولى التي ترتبت جيدا الكتب التي ترتبت جيدا بالنسبة للكلمة المفتاحية هذه سوف تحقق لأصحابها أربعمائة وثمانية دولار في الشهر والكلمات الفرعية هذه أفضل من هذه هذه أنظر تحقق إذن 3620 دولار في الشهر وهذه قلنا ليست relevant وهكذا مني بازل فور أديلتس يعني بالتجربة وبالتمرن يعني سوف تعرف كيف تعرف هذه الكلمة المفتاحية relevant مناسبة أو غير مناسبة يعني هذا يعني لا تتحصل عليه في يوم هذه الملكة لن تتحصل عليها في يوم يعني من عشية إلى ضحاها ولكن مع التمرن تمرن وتوكل على الله عز وجل ثم يكفي أن تقرأ الكلمة المفتاحية وتعرف بأنها relevant مناسبة أو غير مناسبة مثل هذه مني بازل ديزني بقراءتها تعرف أنها ليست relevant لأن فيها كلمة ديزني وكلمة ديزني هذه هي علامة مسجلة فلو فعلت هذا سوف يغلق حسابك والعياذ بالله لأنها من الكلمات المفتاحية التي عليها حقوق الطبع والنشر إذن قلنا هكذا الآن تعرف مثلا هذا ميني بازل كل هذه سوف تضعها إذن في العنوان في العنوان الفرعي في الخناة السبع إلى آخره هل هناك كلمات مفتاحية أخرى مثلا نعم هذه أظنها أنها ليس فيها ما يكون relevant ولكن فيها أفكار سوف تفيدك كذلك لأننا عملنا يعني بحث موسع يعني هو أعطى لنا الكلمات مفتاحية relevant ثم أنا قمت بعملية بحث موسع ولكن يمكن أن تنشي وتستمد أفكار جديدة هنا مثل هذه مني أدلت كولورينج بوكس فنعرف أن يعني نيشة الكولورينج بوك في المنافسة فيه شديدة لكن أنظر هنا كتيب صغير فقط للكولورينج بوك أنظر المنافسة فيها ضعيفة جدا 23 وبالأخضر مع يعني عدد كبير من يعني يعني حجم البحث والأرباح كذلك متوسطة ولكنها جيدة 533 دولار في الشهر يعني جيدة ونظر توجد ميني أدلت كولورينج بوك إذن هذا كذلك يعطي لك أفكار لنشاة أخرى هذه كلها يمكن أن تعمل عليها ولعلنا سوف ننزل فيديوهات إن شاء الله عن هذه الكولورينج بوك كتب الجيب لكن كما ترى هنا الأرباح قليلة هنا يعني يمكن أن تعمل عليها ونحن نعرف أننا في يعني في مناطقنا 82 دولار يعني في الشهر هو جيد ولكن في بعض الأماكن لأن يعني الحالة الاقتصادية تتفاوت من مكان إلى آخر 82 دولار في مكان يعتبرونه يعني ضعيف ولكن في أماكن أخرى 82 دولار فهو يعني سعر جيد إذن الأمور نسبية حسب المكان الذي تعيش فيه هذه كذلك مثلا ميني بوكس يمكن تستعملها في الخانات السبع وهذه جيدة انظر فيها الأفيراج monthly earning يعني الأرباح كبيرة على هذه الكلمة المفتاحية إذن هناك competitive score 35 يعني أحاول أبين لكم أكبر عدد من الكلمات المفتاحية التي قد تفيدكم هذه هي الفائدة من هذه الفيديوهات مني كولورينج بوك طيب نضغط عليه هذه كذلك الأرباح متوسطة 522 والمنافسة دائما ضعيفة هنا إذن جميل جدا مني كولورينج بوك أدولتس هذه للكبار طيب هذا جيد الأرباح كبيرة جدا والcompetitive score ضعيفة وهذه يمكن أن تنشئها بطريقة يعني عادية جدا على الpowerpoint إذا كنت تملك تملك يعني الصور تملك الصور هذه الكولورينج بوك ولعل إن شاء الله سوف في فيديوهات أخرى يعني نساعدكم كيف تجدون يعني أو كيف تصنعون هذه الكتب بطريقة تطبيقية لأنها مربحة كما ترى ونحن هنا نصطاد الكلمات المفتاحية المربحة طيب إذن هنا أنظر عدد كبير جدا من الكلمات المفتاحية ولكن كما قلت لك عملت يعني بحث موسع أمرت يعني البابليشر روكت أن يعمل بحث موسع فأينما يجد ميني فإنه يأتي بتلك الكلمة المفتاحية ولكن أنا أخطار الكلمات المتعلقة بكتابي المناسبة بالشيء الذي أبحث عنه يعني أنا أبحث عن كتاب صغير ميني وفيه البازل فيه الشبكات وهو كتاب لأن يجب يمكن أن نجد ميني بازل ولكنه ليس بكتاب وهذا ما سوف أريه الآن لكم على لو ندخل هنا على الأمازون ونكتب هنا ميني إذن بازل لكي نفهم ميني بازل فقط مثلا فور أديلس لكي نفهم ما معنى relevant وليس relevant هل الكلمة المفتاحية مناسبة أو ليست مناسبة إذن هذا مهم جدا لأنك إذا استعملت كلمات non relevant ليست مناسبة فإن هذا سوف يشكل خطر على حسابك إذن يجب أن تكون الكلمات مناسبة إذن عندما تكتب هنا ميني بازل فور أديلس أولا سوف يظهر لك كتب هذا يعني بيّنة يظهر لك كتب هذه كتب ولكن يظهر منتوجات أخرى كذلك يعني ليست بالكتب مثل هذا المنتج مثل هذا المنتج وأظن أن الكثير منكم اقتنى مثل هذه المنتجات لأولاده وهي تسمى بالميني بازل وهي على شكل هكذا أجزاء هكذا بهذه الطريقة طيب هذه الأجزاء هذه هي تسمى كذلك بالميني بازل ولكنها ليست كتب إذن كما ترى هنا هي على شكل أجزاء صغيرة يعني صغيرة تكون مفككة تكون مفككة فيقوم الطفل إذن بعملية يعني ترتيب هذه البازل هذه الأجزاء هذه الوحدات يقوم بترتيبها حتى يشكل الصورة إذن أنت عندما تكتب ميني بازل فقط يمكن أن يكون كتاب ويمكن كذلك أن يكون مثل هذا المنتج إذن ولكن عندما توضيف ميني بازل بوك هذا الآن الكلمة يعني relevant إذن طيب حتى نفهم ما معنى الكلمات المناسبة والكلمات غير المناسبة نعود إلى الـ publisher rocket إذن هذه الكلمات المفتاحية لهذا اليوم وإن شاء الله إذا دعمتم الفيديو ووصل يعني إلى عدد كبير من اللايكات إن شاء الله سوف نستمر في إنزال فيديوهات يعني مثل هذه عن الكلمات المفتاحية ويمكن تكتبوا في التعليقات اكتبوا لنا في التعليقات يعني الكلمات المفتاحية التي تريدون أن ندرسها كل يعني الشخص الذي كلمة المفتاحية يريد أن يعمل عليه اكتبوها سوف نضع لها فيديو إن شاء الله ولن يتعبنا ذلك ولن تتعبنا خدمتكم لأن رسالتنا إذا كانت creative fabrica all one can be creative فرسالتنا all one can publish on KDP نعم هذه منصة KDP كل واحد يمكن أن ينشر على KDP هذا هو شعار القناة إذن كل واحد يمكن أن ينشر على قناة على KDP وقناة KDP Arabic 1 تساعد الجميع وتمدكم بجميع المعلومات إذن اكتبوا في التعليقات الكلمات المفتاحية التي تريدون أن نبحث عنها بالpublish وكات وباستعمال أدوات أخرى كذلك خاصة الأدوات التابعة ل self-publishing titans هي أدوات رهيبة جدا مثل titans pro و titans deep view و يعني titans retro view إلى آخره إذن وكذلك كما قلت لكم في المقدمة اللايك يا جماعة مهم جدا اللايك يعني لا تنسى وحتى وإن سيته عد إلى الفيديو وأعمل عليه لايك وإذا كانت هناك فيديوهات أخرى شاهدتها من قبل ولا تعمل عليها لايك فأدعوك من هذه المنصة أن تعود إليها وأعمل عليها لايك تفرج إليها قليلا وأعمل عليها لايك يجب أن تكون هنا حملة لمساندة القناة ويعني تكلموا فيما بينكم على وسائل التواصل الاجتماعي وتكلموا فيما بينكم وقولوا فيما بينكم بأن هذه القناة قناتنا يجب أن نساعدها ويجب أن ندعمها لأننا في السفينة واحدة ويا هذه السفينة واحدة يعني يجب أن نركبها جميعا وكل واحد في السفينة يقوم بعمل أنا مثلا أنشر لكم فيديوهات أنتم تقومون بعملية نشرها وتعطونني لملاحظات وتساعدونني مثلا إذا ارتكبت خطأ يعني نحن بشر نرتكب أخطاء والمعصوم من عصمه الله عز وجل إن ارتكبت خطأ رأيتم شيء ما يصلح يعني تكتبونه في التعليقات فنصحوا بإذن الله تنشرون الفيديوهات إذن كل واحد لديه مهمة هذه القناة قلت لكم لا أمتلكها ليست قناتي هي قناتنا يعني بضمير الجمع هذا فيجب وهي سفينة واحدة يجب أن نتعاون عليها وكذلك لدي اقتراحات يعني فيما بعد إن شاء الله أن نعمل يعني أن نشتري الناس الذي لديهم يعني أموال ولديهم رأس مال نتفاهم فيما بيننا كي نساعد الآخرين ونشتري لهم البرمجيات الأساسية كي يتمكنوا من العمل ونقدمها لهم هدية لأننا إخوة يجب أن نتساعد في هذا الأمر وأن نتعاون في هذا الأمر وأنا جدي في هذه المسألة وإن شاء الله سوف ننزل فيديو عن هذه المسألة ندعوكم فيها أن نتعاون يعني لكي نعين إخواننا وزملائنا يعني الذين ما يستطعون اقتناء البرمجيات نعطي لهم يعني البرمجيات الأساسية حتى يعملوا بها يعني الناس الذي لديه فائض أرأ اسمال كبير وحققه وبدأ يحقق نجاح ولديه فائض فيعين إخوته إذن نحن في سفينة واحدة وأكرره دائما يجب يعني أن تدعم القناة تدعيما كبيرا يجب يعني أن تعمل كل شيء كل فكرة أنشرها على الفيسبوك أنشرها على المواقع الأخرى كل فكرة جيدة طبقها وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا